مرحبا أنا شيف منالي العالم في درس محشي الكوسة والبتنجان حنتعرف كيف نختار البتنجان والكوسة المناسبة حنتعرف كيف نجهز الحشوة وكيف نعمل محشي كتير لذيذ وبسيط وسهل درس محشي الكوسة والبتنجان كتير سهل وبسيط المحشي طبعا عالم واسع والكوسة والبتنجان دائما دائما لهم شعبية وكلنا بنحبنا كلهم عدة طرق لحشي الكوسة والبتنجان وكمان عدة طرق وأساليب الطبخ في طريقة إنه الكوسة والبتنجان ينطبخوا بكمية كبيرة من الصلصة وفي طريقة تانية إنه البتنجان والكوسة ينطبخوا على الناشف ما بيكون معاهم صلصة حنشرح أسهل طريقة لتجهيز المحشي نشوف مع بعض الخطوة الأولى وهي اختيار حبات الكوسة والبتنجان المناسبة بالحجم هذا الحجم كتير معقول وسط في بعض الأوقات بنلاقي حبة الكوسة أصغر شوي برضو بتبقى لزيزة الأكبر لا أنصح أنكم تستعملوها حتأخذ كمية رز كبيرة وما حيكون عندنا طعم الكوسة أما بالنسبة للبتنجان البتنجان أنواع ومأسات وأشكال مختلفة للمحشي بنختار البتنجان اللي هو بهذا الشكل في ممكن البتنجان تبقى أحبتها أصغر شوي أو أقصر وفي بتنجان بيبقى لونه أبيض وفي بتنجان بيبقى صغير برضو ولونه أبيض على بنفسجي أو ليلكي حسب ما بتحبوا تسموه الأسماء ممكن في عندي كمان بتنجان بيبقى أدخين شوي بينفع للحشو ولكن إحنا تعودنا دائما هذا أطيب بتنجان للمحشي في الأول بنعرف دائما كلمة محشي تحتاج تجهيز مسبق لابد أني أنا بعد ما اخترت البتنجان والكوسة بالحجم المناسب أني أجهزهم للحشو بحتاج أستعمل الأوارة أو المئوار متوفرة في كل الأسواق ونبتدي نشوف كيف بدنا نفرغ الكوسة في الأول بالسكين بشيل هذا الجزء من الكوسة والجزء اللي بيكون عندي في القاع بطريقة خفيفة فقط أحاول ما أقطع كتير مجرد أني أتخلص فقط من هذا الجزء بها السهولة حبتدي هلأ أستعمل الأداء لتفريغ الكوسة عشان أتأكد أني ما حعمل ثقب في الكوسة أحاول أمسك الأداء بهذه الطريقة وأقيس بهذه الطريقة كأنني حطها من الطرف لغاية حوالي واحد سانتي من نهاية الكوسة ما حيكون في مجال أني أنا أثقبها إذا دخلت الأداء لداخل أكثر من اللزوم أكيد ممكن أعمل فيها ثقوب فعشان أكون متأكدة أحاول أخليها سانتي بهذه الشكل وأقيس يعني أصبعي أقصى شيء يدخل فيه الأداء في الكوسة حتبقى بهذه الشكل أضلني حط أصبعي بهذه الطريقة وحبتدي أدخل الأداء بهذه الشكل وأنا بلف إيدي اليمين وأنا بلف إيدي لشمال أستمر باللف بهذه الطريقة بلاحظ شوي شوي أنه عندي هون تدت تطلع من الداخل لب الكوسة لحاله بطلع من غير ما أنا أعمل أي شيء استمراري باللف بها الطريقة بيبتدي يظهر عندي وأبتدي أسحب إلى الخارج بتكون عندي هذا الشكل بأصبعي حضغط عليه عشان أنضف الأداء بهذه الطريقة وأرجع تاني أدخلها وأستمر بتكرار نفس هذه الخطوة إيدي لشمال بتلف حبة الكوسة بهدوء وببساطة وأنا بضغط في داخل حبة الكوسة وورجع أسحبها حلائي عندي برضا تكونات بهذه الطريقة وكرر هذه الخطوة عدة مرات ونخلي بالنا أنه أصبعي حيبقى دائما أصبعي دائما إعيار أني ما أدخل في الأداء إلى الداخل أكتر من اللزوم الكوسة عندي هلأ أصبحت جاهزة وخلينا نقول ملاحظة كتير مهمة وأنا بنقر الكوسة دائما بخلي جنبي طبق بهذه الطريقة الطبق هذا بحط فيه مي وبحط فيه كمية من الملح وبسقط حبات الكوسة المفرغة في داخل المي والملح حنشوف طريقة تفريغ البتنجان البتنجان بهذا الشكل بعمل أنا حركة كتير بسيطة وسهلة بتساعد على سهولة تفريغ البتنجان أني أنا بضغط عليه بحطه على الطاولة وبضغط عليه بهذه الطريقة خلينا نشوفها مع بعض بضغط شوي شوي وأنا بلف البتنجان أو بدحرجها بلاحظ كيف بفتح أصابعي عشان أضلني موزع الضغط على كل البتنجانة بنفس الطريقة طبعا على حسب طول البتنجانة هلأ البتنجان بلاحظ صارت كتير طرية عندي بهالطريقة هاي هلأ بقدر أفرغها ببساطة هتخلص من هذا الجزء بالسكين وبنفس المقوار اللي استعملته للكوسة هستعمله للبتنجان بنفس الطريقة بضغط شوي شوي وأدخل إلى الداخل بلاق الداخل عندي مليان باللب لأنه جهزته أنا مسبقا هبتدي شوي شوي أسحب اللب بنفس الطريقة بلاحظ كل هذه البذور بتطلع في منتهى السهولة ونفس الطريقة اللي عملنا الكوسة على طول أحط البتنجان في داخل المي عشان أتأكد إنه عم ينغسل من الداخل كويس نتأكد إنه ما بيكون عندي أي بقايا من اللب في داخل الكوسة أو البتنجان بهالطريقة بغسلهم كويس بتبقى عندي مفرغة بهذا الشكل ونشوف خطوتنا التالية لتجهيز حشو المحشي أنا بستعمل هون طريقة اللحم المفروم في طريقة تانية إني ما أستعمل اللحم المفروم وأستعمل فقط خضرة زي الشبط أو البقدونس والكزبرع في الأول هحتاج رز بغسله كويس بنقعه بالمي لحوالي 10 دقايق وبعد هيك بصفي هحتاج لحم مفروم ممكن أستعمل لحم البقر أو الغنم أو إذا حبيتوا تستعملوا لحم التركي أو الدجاج برضو بينفع تشكيله من البهارات على حسب الرغبة حلو نحط شوية قرفة بتعطينا نكحة كتير طيبة بالمحشي هو البصل المفروم في طبق هحط الرز أحط اللحم المفروم البصل وحبتدي أحط البهار لمشكل وحط القرفة الملح والفلفل الأسود هلا أنا محتاجي أضيف مادة دهنية لهذا الخليط طبعا أنا اللحمة ممكن تبقى فيها دهن بس لابد أني أضيف في الزيت عشان الرز كمان محتاج ينطبخ كويس ممكن أستعمل زيت الدرع أو إذا حبينا زيت دوار الشمس أو إذا حبينا كمان ممكن نستعمل السمنة هالمكونات بأقلبها مع بعض وعشان أقلبها بشكل ناجح وتعطيني فعلا تجانو سيكويس يفضل إني أقلبها بإيدي بأطراف أصابعي أدعك اللحمة مع البصل والرز لا يختلطوا عندي بكفاءة خليط الحشوة هلا أصبح عندي جاهز والكوسة جاهزة والبتنجان جاهز ونشوف طريقة الحشو طريقة الحشو كتير بسيطة وسهلة ودائما بتبقى متعة كل أفراد العيلة يشتركوا مع بعض هاخد كمية بسيطة من الحشوة وحخليهم بإيدي بها الطريقة هاي أنا حشرح لكم ياها بسهولة عشان تبقى فعلا بسيطة عليكم حمسك الكوسة بإيدي لشمال وأبتدي بأصبعي أدفع شوي شوي جزء من الحشوة في الداخل بس تخلص هاد الكمية بابتدي بأصبع لصغير أضغط عليها شوي ما نضغط على الحشوة كتير عشان نعطي مجال للرز إنه يتضاعف هاي الكمية معقولة بتأكد إنه عندي حوالي واحد سانتي من طرف الكوسة من غير حشوة عشان لما ينطبخ الرز حيتمدد في الداخل ونشوف طريقة حشو البتنجان بنفس الطريقة بحط كمية من الحشوة على طرف إيدي وبطرف أصبعي أبتدي أدفعها إلى الداخل ما نضغطش الحشوة في الداخل كتير عشان ما يكون اللحم مضغوط على الرز ويبقى طعمه مش لطيف وحنترك كمان حوالي واحد سانتي بدون حشوة بنفس الطريقة خلينا نشوف خطوتنا التالية الخطوة التالية لتجهيز المحشي تجهيز الصلصة هذا النوع من المحشي بينطبخ بكمية وفيرة من الصلصة بنجهزها بتسخين كمية من عصير البندورة أو الطماطم طبعا عصير الطماطم لازم يكون فرش عشان فعلا أحصل على حمودة كتير تعطيني طعم طيب مع المحشي باخد حبات الطماطم بحطها في إبريق الخلاط وبشغل لغاية ما أحصل على عصير الطماطم بهذا الشكل حضيف معجون الطماطم عشان برضو يعطيني حمودة ويعطيني لون ويعطيني قوام أغنى للصلصة وكمان حضيف الطم ومع المحشي بنستعمل الطم الناي عشان بيعطيني نكهة كتير قوية ولمزيد من الطعم بستعمل النعنع المجفف هحط الملح والفلفل الأسود وحضيف قليل من المي وحبتدي أسخن هادي الصلصة لغاية ما توصل لدرجة الغليان الصلصة عندي ابتدت تغلي بهذا الشكل نشوف كيف كتافتها وحبتدي هلا أضيف حبات الكوسة والبتنجان المحشية حنقول ملاحظة كتير مهمة لازم أتأكد إنه كمية الصوس عندي وفيرة عشان لسه حينطبخ طبعاً الرز اللي في داخل البتنجان إذا لقيتها قليلة بقدر أضيف قليل من المي بهذا الطريقة في الأول بخلي الكوسة والبتنجان على نار قوية لغاية ما يغلي لثلاث إلى أربع دقائق بعدين بخفف النار وبغطي الكوسة والبتنجان وبسيبها على نار متوسطة من 20 إلى 25 دقائق في درس المحشي اتعرفنا على طريقة اختيار الكوسة والبتنجان المناسبة طريقة تفريغهم بسهولة وطريقة تجهيز الحشوة وطبخ الكوسة والبتنجان وصفة كتير سهلة جربوها ترجمة نانسي قنقر